أنا معهد عالي نظم معلومات ينفع محاسبة وينفع احض어 كورس المحاسبة من معهد عالي نظم معلومات فهو لا هناك محاسبة الخاصلة إلا لو ياخد نظم المعلومات المحاسبية ولم شعرف دsectionا موجود دقاء получается لكن إذا أحود أن أوصلك ش Ellen Shift وإن Datumath شبي الله أعمال نصيح لك دقيقة نصيح لك نصيح لك أنك بعد التخرج dramatic طول تعمل دبلوما في المحاسبة وتحاول انك تقدم على كل الوظائف المرتبطة بمجال المحاسبة وفي الغالب هتواجه به مجموعة من الشقوق وكتير جدا مش هيكون حابب ان هو يشغلك لانا يقولك انا اخترك ليه وفي غيرك كلية المحاسبة او قسم المحاسبة وخيدها ودرسها فساعتها هتحاول تقنعه انك قرية في المحاسبة واخد دبلوما في المحاسبة وشغال عليها فاندب وحابب ان انا اكمل في المجال ده وان ان شاء الله مع الوقت يبقى انت كده عملت الكاريرشفت او الانتقال الوظيفي وادعت فكرة نظم المعلومات ولكن نصيحتي لو انت خلاص قررت ده تبقى انت قرره من دلوقتي واعمل الكاريرشفت او التحول الوظيفي من بدري بدل ما تنتظر لفترة طويلة وساعتها مش هيكون متاح لك العديد من الوظائف وربنا اوفقاك. لو سمحت يا دكتور انا اقدم في كلية تربية نوعية قسم تكنولوجيا هلا يبقى فيه عملي وانفهم ازايا على الكمبيوتر وجيب لابتوب بتعلم علي انا سنوية عامة 2021 وافقا في شهر واحد اللي جاي سنة 20-23 كده يبعد على السنوية سنتين ولا ايه طب انت ليه اتاخرتي يا ظاهرة العلا مش عارف ايس سببه ولكن اللي انا عارفه على حد اعتباري انك بتقدمي وفقا للتنسيق في موعد التنسيق فمش عارف انت يفع تقدمي ولا لا بس يسألي وروح وسعي اجراءات التنسيق كان الحقيقة مختلفة ولكن اللي انا عارفه من ده ولكن نسألي والطلع يمكن انا غلط النقطة تانية هلا يبقى فيه عملي نعم بيبقى عادة فيه عملي ولكن هي التكنولوجيا مش بس كمبيوتر هو بيفهمك التكنولوجيا مش ازاي انظمة مش ازاي الفرق ما بين المعلومات والديتا والانفورميشن المعلومات والبيانات وازاي تقدر تستخلصيها بالنسبة الليبتوب بلاش تستعجلي وتجيب الليبتوب دلوقتي لان ممكن لما تروح يبقى فيه اصلا هناك بي سي يبقى فيه هناك اجهزة انت بتشتغل عليها وبيمرنوك عليه يبقى انت جبتي الليبتوب على الفاضل فخلي بالك يا ظهرت العباء اه هيبقى فيه عملي ولكن عادة بيبقى انت عندك جزء من التربية والتربية عادتها النوعية قسم تكنولوجيا عشان تطلعي عندك القدرة عنك ان تقداري تدريسي مادة الحاسب الالي وهكذا ولكن حاولي انك في هذه الحالة انهم عيدوا لك هم البي سي وتتمرني فيه قسم الحاسب داخل الجامعة او انك تستخدمي الليبتوب وساعتها تطلب منهم ايه الليبتوب ايه الكريتيريا المطلوبة ايه طبعا اسعار الليبتوبات عالية قوي فخلي بالك ايه هي المطلوب وساعتها تقدر تبني عليه وربيني وفائك يا دكتور ايه رأيك نقل دولي ولا محاسبة مع انه متميز في الاتنين بس ايه الافضل مفيش افضل او الاسوأ ولكن هي فكرة النقل الدولي دي تخصص نوعا ما عام شوية يعني ممكن خرجين الادارة يدخلوا فيه لو انت يكير ومهتم بمجال المحاسبة والمتميز في الاتنين ارشح لك المحاسبة لسبب لان النقل الدولي انت ممكن تجد فيه تنافسية وتخصص نوعا ما مقتصر على حاجة معينة غير المحاسبة ممكن تشتغل في شركات ومؤسسات مفيش شركة او بنك او اي مكان لا يوجد في قسم محاسبي ولذلك حاول انك تركز على فكرة وجود انه النقل الدولي لو انت متميز فيه المحاسبة ادخلها وعملنا فيديوهات على ده ولا ده لكن لو انت كمان من المهتمين بمجال النقل الدولي حاول انك تعرف بانه فيه تنافسية عالية جدا وحجم الوظائف قليل بالناسبة ليه قسم المحاسبة وربنا وفقك بإذن الله ازايك يا استاذ سؤال اي حل مشكلة الإجاب مقبول في شهادة تخرج لصنص الحقوق ما بين قوسين خريج كلية الحقوق في المقابلة العمل قل له والله الابليكيشن طالب اكتب ولكن وضح له وضح له انك اجتهدت ووضح له انك شاطر ووضح له انك عندك عزيم ووضح له انك بتشتغل ووضح له ان يا فندم اغلبية الدراسة في الكلية غير على ارض الواقع توضح له ده لكن اوعى تكتبها في السيفي واوعى ان لو هو سألك على تكتب يبقى انت هنا ما اكتبتش في السيفي وان ان انت عملت يازق الموضوع ونصيحتي تاني احمد انك تعمل دراسات عالية علشان تعمل تقييم شوية او تتقل شوية لان يجي يبص انك اصح جاب مقبول ولكن واخد دبلوما في كذا واخد شهادات اولاين واخد دراسات عالية واخد يعني مجتهد لان كتير جدا بتبقى الصورة النمطية انه فيش عفوا فانت هنا وضح له الموضوع ده وما تحطهاش ما بين قوسين كده وربنا يوفقك بإذن الله والارزاق على الله ولما ان شاء الله تشتغل في اكثر من مؤسسة خلاص محدش سيركز على تقديرك خالص يا احمد وربان معاك بإذن الله برنامج التدريب من اجل التوظيف المقدم من المعهد المصرفي هالمتاح للمعهد الخاصة قدم لا ما تقدم قبل ما قبلش خلاص لكن خلي بالك ان التدريب ده عليه تنافسية جديدة جدا ففي بعض الاشخاص ممكن يطرفي ديولك رفضونا عشان معهد لا وعلى العدد كبير قوي فقدم يا احمد وان شاء الله ربنا يكرمك وتنجح في هذا التدريب لكن لو ما جالكش حاول انك ما تقصرش اهتمامك على هذا التدريب فقط وسع من الرؤية بتاعتك وقدم على تدريبات كتيرة جدا في الشركات والمؤسسات اللي بتعلم وما تقصرش اهتمامك على مكان معين يا احمد وربنا يوفقك بازن الله ونصحتي حاول تهتم بيه التدريبات الطلابية لانها بتعمل فرق كبير جدا سواء ده او في اي حتة تانية نقطة تانية لو التدريبات ما جات لكش اشتغل على نفسك انت وخد الكورسات اولاين واهتم بيه المهارات بالتواصل بتاعتك واشتغل على نفسك كويس قوي اهتم بالتقدير اهتم انك تشتغل في الصيف لانها بترفع من مهاراتك وان شاء الله ربنا وفقك بازن الله وتجد فرصة عمل وكويس انك بتدور على انك تهتم بيه مستقبلك من دلوقتي يا ربنا معاك تخصص التسويق تخصص صعب جدا 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 شاهدي بتقول لنا ده لكن ده مش مظبوط يا شاهد تخصص هو تخصص بيجمع بين النظري والافكار الابداعية تسويق قائم على الابتكار والابتاع ولذلك هو ليس تخصص صعب جدا 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 وعصح اناس حب المجال وهو عادة بيقلب عليه الاطار النظري للأسف فيه الكلية لانه عادة التسويق ما هو ما هي مراحل التسويق ما هي جراءات التسويق ما هي انواع التسويق ما هو التسويق كذا فهو مش صعب ولكن نظر كتير في جزء عملي محتاج قدر من الابتكار ولكن هو تخصص ممتع جدا للناس اللي حب التسويق وهيعلمك حاجات كتيرة او يشاهد عن ازاي تقدارت سواء منتج ازاي يكون عندك القدرة على انك تفهم الحملات الاعلانية يطرى التسويق بس الناس فاكرة التسويق هو اعلان لا تسويق مش بس اعلان فهيفهمك وهيعرفك حاجات كتيرة جدا جدا فخلي بالك ان يكون عندك القدرة على الفهم عادة وربنا يوفقك بإذن الله يشاهد ووفق جميع نفسها سيفر برا مصر فهل القسم ده مطلوب خرج اكاديمية اما اس اكاديمية السادات العلم ادارية قسم نظم عامات الادارية هل ده ممكن الاثر علي في ايجاد وظيفة لا الوظيفة موجودة خارج مصر ولكن هي الفكرة اللي حداك هتلتغل في مجال نظم المعلومات فخلي بالك يا محمد ان في تنافسية شديدة في سوء العمل على هذا القسم لانه كتير جدا من العاملين في الخارج هم محترفين في الحاجات التكنيكا الاوي فخلي بالك يا محمد ان في تنافسية جديدة في الخارج ولكن فرصك موجودة في الخليج موجودة ولكن اهتم باللغة الانجليزية كمان اهتم لو انت مهتم بالبلدان الخارجية انك تحاول انك تهتم انك تدخل في مجال معين وتختار من مجالات النظم تشتغل عليها يكون القولة بتاع شغلك كويس بكده هتقدر انك تجد فرص عمل في الخارج ودي من الحاجات المهمة لكن الفرص موجودة في سوء العمل سواء المحلية او في الخليج ولكن التنافسية عالية فحضر نفسك من دلوقتي سائق في البنك لسه متعين جديد هل لو في الارباح بنك مصر لا مدام متعين جديد مش بيكون لي في الارباح لازم يحول عليه الحول لازم يعد عليه سنة علشان يحصل على الارباح وكتير جدا بيحصل على الحاجات اللي بتنزل بقى لو في حاجات زي منح ربع سنوية او حاجة لازم برضك تعدي مدة معينة وعادة بشكل معين بشكل واضح اغلبية العاملين في البنوك والمؤسسات الاقتصادية لازم يحول عليه سنة كاملة لان بيقول لك ان الارباح دي بتاعت ميزانية سابقة يعني انت تعينت في 28-22 الميزانية هي اعتمدت من 27-22 دي بتاعت السنة اللي فاتت السنة المقضية فانت لأ هتبدأ بقى معانا سنة اللي هتاخدها بقى تبدأ تاخد فيها كل ما يتطلبه هذا الامر لكن كل ما يتعلق بالسنة السابقة ليس لديك اي شيء بخصوصها وليس لديك اي حاجة تدخل فيها يا فندم فخلي بقى لك من الموضوع ده وربنا يوفقك بإذن الله الفرق ما بين الدراسات العليا والديبلومات والماجستير الدراسات العليا هي الدراسات العليا هي دراسات عليا هي ما بعد دراسات الاساسية سيء دراسات سنوي خلاص فما فوق هي تسمى دراسات عليا لكن احنا اصطلاحا بنسمى الدراسات العليا ما بعد البكاليريوس او الليسانس لكن انا بقولك الصح طيب انا الآن حصلت على درجة البكاليريوس في ادارة الاعمال عاوز اعمل دراسات عليا دراسات عليا بالمفهوم العام دلوقتي هي ما بعد هذه البكاليريوس ديبلومة ماجستير دكتوران طيب ايه الفرق الدبلومة يا يوسف هي حاجة ممكن الكل يدخله انا خرق طب وعاوز اخد دبلومة في ادارة انا هدير مستشفى فيقدر ياخد دبلومة اذا هنا مش بيشترط حاجة معينة ولذلك اغلبية الدبلومات بتكون سهلة في الشروط بتاعتها يقولك انها حاصل على مؤخر عالي التكلفة بتاعتها كذا احيانا بيطلب منك مستوى لغة لو تدرسها باللغة الانجليزية ويكون موقفك من التجنيد واضح بالنسبة للذكور بس موضوع سهلي جدا الماجستير بقى لا ما يفعلش حد يدخل ماجستير ان لما يكون تخصصه الاساسي تابع للتخصص ده يعني ما يفعلش اقدم على ماجستير ادارة الاعمال على طول الا لما يكون حاصل على ادارة باكاليريوس ادارة الاعمال لانه دي حاجة تكملية على ادارة الاعمال الدكتوراه كذا ما يفعلش ان هياخد التري هي الشجرة تخصص بتاعك باكاليريوس ماجستير دكتوراه طيب انا بقى عاوز اعمل تحويل انا دوقتي عاوز اخد ادارة الاعمال وانا اصلا خصوصي كان اقتصاد ساعتها اخد دبلومة اشترط الجامعة دبلومة زي جامعة عن الشمس تشترط دبلومة تشترط انك تجيب في دبلومة جيد جدا او امتياز علشان تقدر تقدم على الماجستير ولذلك تلاحظ انا من مشروط الماجستير لا اما تكون حاصل على المؤهل الاساسي بتاعك ادارة اعمال او حاصل على دبلومة بتأدير جايك جدا على الاقل للتقديم في الماجستير ولذلك تبقى انت هنا عرفت اللفة مش ازاي يا يوسف ونصحت ليك حاول انك تهتم تدخل مجال معين ولما تدخله ان شاء الله تبدأ ساعتها تفكر فيه الدرسات العليا بلاش تفكر فيها من دلوقتي علشان يمكن بعد كده محبش المجال ده او يا والد اخلني فيه فساعت انت محدد امورك بشكل واضح عادة ياخد دورة من الكمبيوتر ولا لازم من مكاني هيعطي الشهادة لا مش لازم خاصة في الحاجات الكمبيوتر لان زوج الناس لما تيجي تقولها ان انا شاطر في الاسل او في الافس او في البيوتر او او اي حاجة من حاجات الافس او الاكسل عادة بيبقى حابب انه يهتم بحاجة واحدة انه انت تقدر تعلان تشتغل عليه لو انت جبت له ان انا واخد شهادة اعملت كورس او خدت كورس في الاسل او في البيوتر او في الافس من مكان معين هل ده هيفرق معي ؟ لكن اللي هيفرق معي هو انك تكون فعليا قادر على الاداة لهذه الوظيفة ولذلك نصحت دايما للناس اوعى تضيع فلوسك فيه حاجات ممكن تاخدها اونلاين وبشكل كبير جدا زي حاجات الافيس مثلا كلها الاكسل اللي ممكن تتمرن عليه في البيت وفيه شرح عظيم جدا متقوليش جيب لي ترشحات اعمل سرش على جوجل وعلى اليوتيوب تلاقي ترشحات كتيرة لذلك خلي بالك يا مازم انه الحاجات دي مش بتكون مهتمة جدا ولكن من المهمة جدا انه انت بتكتب سيفي انك تكتب بروفاشن او اد بروفاشن او الافيس او ان انت عندك احترافية في الافيس وتكتب في الكورسات انت خدتها الالاين خدت مثلا خمس كورسات اونلاين في الافيس باكتج او في الاسل وان انت بتعمل معادلات واضح له ده وانت بتعمل مقابلة العمل اذا هنا انت عرفت انك تغض عليه وفي نفس الوقت تأثبت له ان اخدت حاجات كتيرة اونلاين لانه في الوقت الحال الحاجات دي بقتت متوفرة اونلاين وما بقاش حد حابب انه ياخدها ويدفع فيها فلوس فده اجابة سؤالك عادي اكتب باللغتين في نظام راجعة الات اس هل انا عادي ان انا اكتب وطاعته به لغتين لغة العربية حيلا الجواب هو لا الافضل هو الكتابة بها اللغة الانجليزية فقط لان نظام الات اس لا يتعرف حتى هذا الوقت على اللغة الانجليزية ولذلك يا استاذ او استاذ او صاف من المهم جدا انك تركز على انك تكتب السي في بتاعك باللغة الانجليزية علشان يقدر يقرأ النظام الاتس ولازم نراعي كمان حاجة مهمة لازم نراعي انه اللي احنا نعمل البي دي اف ويكون بي دي اف وليس صورة يكون السي في بي دي اف وليس صورة ونراحز هنا انه يكون الكلام واضح وسهل ونبتعد عن السير الزاتية الحديثة لان ده بيشتت نظام الاتس ونستخدم الكيوورد يبقى احنا كده عملنا جزء مهم جدا ان نستطيع بي ان احنا نستخدمه في نظام الاتس والمستخدم في مراجعة السير الزاتية في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات الكبيرة علشان يبقى معايا درجة الماجستير بعد معهد عالي نظم معلوماتها احتاج كم سنة تحتاج يا عمر انك تتخرج اولا من الكلية وبعد ما تتخرج تقضي الجيش بتاعك وبعد ما تتخرج تقدم على شوف انت بقى المكان اللي انت هتقدم فيه شوف انت مثلا لو تعرف تعمل دبلومة مثلا درجة الماجستير فين عاوز مثلا ماجستير في اضافة الاعمال ساعتها خد دبلومة لاول انا عادتا جمعة الانشام سنة تقولك انت درجتي مش تخصص الامد تخصص الامد ولا كمان تخصص которого اذا خد دبلومة ادارة اعمال وجيب تقدير جايج جدا في اعلى ساعتها تقدر تدخل الماجستير يبقى اذا دبلومة سنتين بعد كده تدخل على درجة الماجستير الماجستير عادتا بيكون سنتين يبقى انت كده 4 سنوات تنضيهم حتى تحصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال انك حاول لك الاول تدخل المجال انت حبه قدرت الاعمال انا حب المجال ده ولا لا علشان قبل ما تمشي في طريق الماجستير حرام تمشي طريق طويل زي ده بدون ما تكون حسامة الموضوع من البداية علم الاجتماع يتبع اي نقابة اعتقد ولا اجزم اعتقد ولا اجزم انه بيتبع نقابة المهن الاجتماعية والنقابة القائمة على هذا الموضوع هي المختصة بمثل هذه النقابات ولذلك خلي بالك كويس قوي يا فندم نحن بننصح الناس انه عادة ما يركزوش كتير على فكرة النقابات لان الناس عندها اوبسست او حاجة كده من الحاجات المهمة جدا انه من الحاجات المهمة جدا بيركزوا عليها النقابة 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 ولكن هي نقابة المعنى الاجتماعية وبحاسي ودواري برضك وتأكدي من المعلومة ولكن نصيحتي انه ما نركزش كتير لان عادة بيبقى طلبين مننا ورق وطلبين مننا مصرفات ومن ثم مننا تكاليف وفي الاخر بنجد ان المعاش في النهاية 10 جنيه و20 جنيه و50 جنيه بعد ما ندفع مبالغ طائلة طوال فترة النقابة ولذلك حاولي انك تركزي وفي ناس بتقول ان ما فيش كمان معاش فده حاولي انك تسألي فيها وربنا يوفقك بإذن الله ومرة انها تأكد من المعلومة وربنا معاك في السيمي فورمال ينفع قميص اصفر مع بنطلون جينس اسود وجازمة سودة بلاش القميص الاصفر خليه قميص ابيض يبقى كده سيمي فورمال كويس قوي يبقى احنا كده لبسنا قميص ابيض وبنطلون جينس اسود والبنطلون الجينس الاسود يكون الخامة بتاعته مش خامة حدا يعني تكون القصة بتاعته ما يكونش فيها بطرن ما يكونش فيها اشكال يكون القصة بتاعتها لكنها بانطلون سادة ساعتها تبقى شكلها سيمي فورمال شيك وجازمة سودة ومتلمعها يبقى حاجة شيك وكويسة بلاش القميص الاصفر لانه بيميل الى البهتان ومش لايق مع الفورمال دي من الحاجات الكويسة بالنقطة كميل مهمة انك لما تيجي تلبس حاجة زي كده تحط القميص جوه البنطلون عشان طبعا ما يفعش يبقى المنظر مش شكله مش كويس يبقى ساعيتها منظر كويس وتلبس حزام حتى لو البنطلون على مقاسك تلبس حزام وشكله شيك مع لون الجزمة اللي هي السودة يبقى انت كده قميص ابيض او قميص لبني فاتح يبقى انت هنا شكلك كويس يبقى انت كده شكلك كويس جدا يا محمود وربنا وفاقك بإذن الله احمد خيرت بيقول لي استاذ مصطفى حضائك قلت على خارجين المعاهد ان فرصتهم بتبقى ضعيفة بالشغل خصوصا في المصارف والبنوك حضائك انا بشوف ناس خارجين معاهد عليا ومع ذلك شغالين في بنوك وبيكونوا حادثين التخرج هي بالنسبة للسياسات البنك اولاد شهر اللي انك بيبقى رافض فكرة المعاهد نهائي ولو حتى تلاقى الشخص القدامه كواليفايد وشخص معاك ورصات خاصة بتخصص اللي مقدم فيه ولغة كويسة جدا عنده هل بقى ساعتها بيبص ليه لان معاهد ولا بيشوف ان الشخص هيعرف يستفاد منه في الشغل ويقدم قيمة كويسة للبنك يريد حضائك تتكلم على الشركات برضو وجد نظرهم في اتعيين خارجين المعاهد وشكرا ليك انا لما قلت ان فرصهم بتبقى ضعيفة في الشغل في البنوك انا ما قلت ده من عندي انا قلت ارجعتها لسياسة البنك لو انت يا احمد شفت وظيف البنوك هتلاقي اول حاجة حدثاء الخبر مطلوب يونيفورستي دي جريل شهادة جامعية هتقول لي ده ليه ده ظلم انا بقولك ده انا بنق اللي بيحصل ده اغلبية البنوك هتقول لي في بنوك نعم في بنوك بتقبل ولكن اغلبية البنوك اللي شفتها بتبقى محددة ده ده بتبقى بوليسي عندهم حاجة معينة عندهم وده جت منين عشان مرضك تكون وجهت نظرك وجهت نظرك ان البنوك كانت زمان بتقبل وكانت بتقبل كمان لو احنا رجعنا في التسعينات كانت بتقبل ناس كمان معها دبلوم مش هادة فوق متوسطة مش هادة عليا كمان لكن مع الوقت بقى احنا عندنا سوق العمل كتير جدا الناس بتتخرج كتير جدا مع الوقت المعاهد انتشرت بشدة مع الوقت للأسف كتير جدا من المعاهد كان عندها سلوكس سيء جدا جدا وهي انها كانت بتسهل انا عارف تقول لك لا والله احنا اتفحتنا ولكن انا عارف ولكن في للأسف معاهد تانية بقى للأسف عندها نمط اللي هو ايه خمسين فالمية نقبل من اي حد شهادات الدكتور يدخل يد محضرتين ويقلب اللي امتحانات بتتوازن امتحانات ام سي كيو اذا احنا وصلنا مرحلة ان البنوك تقولك لا ده المعاهد كلها بقى جودة تعليم فيها منخفضة جدا انا عارف ان ده ظلم ناس كتير ولكن انا بوضح لكم الصورة طيب هل البنك رافض فكرة الناس لا لو انت كويس والله والانجليزي بتاع كويس قدم ودي نصيحتي مكتاء قدم ولكن اوعى تكذب اوعى تقول في السيفي انك خارج بنك وانت خارج جامعة وانت خارج معاهد لا اكتب وقدم عادي والله جات لك لا هم شافوا يبقى انت كده عملت اللي عليك وقدم وانجح عندي نقطة كمان مهمة ايه فكرة الكواليفايد لان خلي بالك الشخص حديث الخبرة وما فيش كواليفيكيشن كتيرة انجليزي كويس ويعرف يعدل الاختبارات وليبسه كويس وخلاص هو دي الكواليفيكيشن لكن لو انت تخصصت في تخصص معين ساعتها هنبص عليك ساعتها يبقى انت دخلت مجال معين اتش ارمى مثلا وعدت سبع سنين ورحت لشركات كبيرة ومؤسسات ساعتها تبقى انت فعلا معاك شهادات في المجال بتاعك ساعت تبقى انت فعلا ماسك بوزيشن عارف ان احنا كاليبر مهم لكن فروق نحو ده سائل خبرة خلي بالك ان الدنيا بتبقى واسعة جدا لان ما فيش انت هتطرف تعمل شغل ده خارج الجامعة يعرف خارج المعادة يعرف خارج الاعتماده يعرف فما فيش كواليفيكيشن او كريتيريا او اجراءات او مهارات مطلوبة معينة فده وجهة النظر يا ساعتها احمد انك مدفقة لا تقلش الامل لو ما جات لكش الفرصة في البنك في ركن حدساء الخبرة اشتغل على كارير معين واشتغل في الشركات المؤسسات الكبيرة وساعتها لما البنك يعلم ساعتها تدخل وربنا يوفاك باسن الله وانت ساعتها تكون ليك الكفاءة والخبرة في المجال النقطة التانية الشركات هاليوم وجهة نظر في بعض الشركات كده وبعض الشركات الاكتر لا هما بيهتموا ان الشخص يكون عنده ابقان عنده قدرة على العمل فالشركات لا بيبقى فيها نسبة براحة اكتر ولكن انا بتكلم على البنوك لانه عندهم بعض التشدد وكمان تشدد في حاجة اني التقدير يقولك اقل من جيد ما بنقبلش بتشوفها كمان برضي حتى لو خيرت جامعة فخلي بالك هو البنك وحطت شوية كريتيريا كده معينة وعلى فكرة في بعض البنوك بتشترط انك تكون تجارة انجليزية بس ساعات بيقولها وساعات ما بيقولهاش يقولك انجلس سيكشن اونلي هو بيشترط ده بشكل واضح او بيقولك بريفير وفي الغالب بيرفض الناس اللي مش تجارة انجليزية فخلي بالك هما ليهم قواعدهم ولكن ارض اللي واسعة ودايما يبقى عندنا بلان بي وبلان سي خطة تانية وخطة تالتة ودايما ما نقصرش اهتمامتنا على البنوك وشغل البنك وخلاص مستقبل اتدمر لا ارض اللي واسعة والارزاق بياد اللي يا احمد ونصحت لي اجتهد وتخرج وانت مش اقل من غيرك جيب تقدير عالي وقدم والله ربنا كرم هنا لم يأذن كرم في حدة تانية يبقى احنا عندنا توسيع في المهارات والقدرات بتاعتنا وربنا معاك يا احمد ويافقاك لو سمحت ايه يا كليات ادارة اعمال في مصرح حكومية وايه تنسيقها وهليك كليات دي ادب ولا علمي بشكل واضح جدا كل كليات التجارة في مصر الحكومية فيها قسم ادارة الاعمال ولذلك ده حاجة اساسية دلوقتي فيه اغلبية كليه التجارة يعني محاسبة ادارة اعمال هتلاقي بقى فيه بعض الجامعات لايه فيها اقتصاد موجود لايه فيها دي نظم موجود دي مفهاش لكن بشكل واضح كلهم فيهم ادارة اعمال وكلهم فيهم قسم المحاسبة لكن بتختلف بقى بعض الحاجات في بعض الجامعات بتخلي التنسيق من الفرقة التانية في بعض الجامعات بتخلي التنسيق من الفرقة الاولى في بعض الجامعات بتخلي التنسيق من الفرقة الثالثة أو الرابعة فده بيختلف من جامعة الأخرى والتنسيق بيختلف من عام إلى آخر الكليات دي من أدب والعلم هي من تقبل من الأدب والعلم لأنها كلية تجارة كلية تجارة بتقبل من القسم الأدب وكذلك من القسم العلمي وبتختلف التنسيق من سنة إلى أخرى فهي ده عامل الفرق في بعض الجامعات الخاصة بتكون كلية إدارة أعمال بالكامل الأربع سنوات بتدرسها فهنا بيكون الفرق واضح ما بين الكليات الحكومية والكليات الخاصة وتمنى انه يكون افدتك في هذا الموضوع الان سمحت هو المعهد العالي بالمحل للادارة بالمحل قبرى شهادت ومعتمدة انا ما عنديش مرجع لسخول المعاهد والاكاديميات الناس بتسألني عليه لكن نصيحتي يا ولي يا محمد تسأل في المجلس الاعلى للجامعات تدخل على جروبات الفيسبوك بتاعة المعهد والاناس اللي درست فيها وتسأل الناس اكتر من حد يجماعة الشهادة دي معتمدة يجماعة شحيتك معتمدة اسأل التمن قال لك لا معتمد قال لك لا معتمد ده معتمد ده ادخل على الخاص وبعت لهم واذا عفكرة معتمدة يبقى انت هنا وصلت انه فعلا معتمدا اسأل كمان هل هي موجودة في التنسيق ولا لأ بتدي لك شهادة عليا ولا شهادة فوق المتوسطة؟ في بعض ما عدتك بلك شهادة عليا وتكتشف انها فوق متوسطة او قليك سنتين لا اربع سنوات. كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تتأكد فيها بان المعهد فعليا بيدي لك شهادة عليا. اربع سنوات معتمد من المجلس الاعلى للجماعات بيدي اعفاء من التجنيد. كل الحاجات دي مؤشرات بان المعهد معتمد بخلاف ده او لو في واحدة مش موجودة خلي بالك ان في بعض المشاكل اللي لازم تخلي بالك منها. لو سمحت وانا قسمة محاسبة شعب باع عام. ده يتكتب ايه في البطاقة? يا عبدالله لو انت خريج كلية التجارة فبتتكتب باكالوريوس تجارة جامعة حلوان جامعة عن الشمس جامعة القاهرة. لو انت معهد محاسبة يتكتب باكالوريوس كزا معهد محاسبة او معهد المؤطم وهكزا معهد المكتوب. لكن لو انت بتدرس معهد تجاري يبقى ان المعهد تجارة وهكزا. التخصص ده مش بيتكتب بشكل كبير في البطاقة. انا عارف اني في ناس كانت بتكتبها كزا منه ولكن اغلبية البطاقات اللي انا التوعف عليها في الوقت الحالي بيكتب فيها باكالوريوس تجارة جامعة كزا. ما بيكتبش التخصص. لو انت هتكتب التخصص هتكتب تخصص قسم المحاسبة لو ده متاح. هتكتب قسم المحاسبة. اذا هتكتب هنا كلية التجارة قسم المحاسبة او القسم المحاسبة العام. وده اللي انت ممكن انت تعمله في البطاقة. ولكن نصيح تليك يا عبدالله ما تركزش او على حالة البطاقة. حاول انك تركز على انك قرد تتخرك تركز على الكولية بتاعتك تجيب تقديرات. بلاش نركز كتير او في موضوع البطاقة لانه بيشغل حيث كبير جدا. وما لوش معنا خالص. بعد ازنك ارجو الرد لو شخص حصل على ماجستير في مصر يقدر يحصل عليه في الخارج مرة اخرى سواء في نفس التخصص او التخصص اخر. لا مدام انت حصلت على الماجستير خلاص هيبقى تحصل عليه في الخارج مرة تانية. لو تقصد معادلة لا مش هتكون متاحة. لو تقصد انك تحصل على الماجستير في الخارج بناء على الدراسات العليا بتاعتك. يعني انا حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد. هنا ممكن اعمل على الماجستير برا في الخارج? نعم. فيه كتير جدا من اليونيفورستي او الجامعات الاجنبية بتقبل ده. ليه? لانك هتدفع تكلفة الماجستير. فهو بالنسبة له انت رزق انت هتجيلي. فهتلاقي ان الموضوع اللي انا مسلا جامعة في انجلترا اهو هتعالة وخد ماجستير في الاقتصاد بس ادفع بما يقابل مية الف جنيه استيرلين. فطبعا يقولك لا ليه لا. اوه صحيح ممكن يعملك تست ممكن يعملك اختبار كده بسيط ممكن يطلب ايلتس او طيفل حاجة بسيطة جدا. ولكن في الغالب هو هنا هيكون موافق عليك لانك هتدفع تكلفة. بخلاف ده هتلاقي بقى المنح. المنح هيقولك لا محتاج ما اعرفش شهادة ايه الاول. محتاج ما اعرفش تقدير معاين. يعني يعني عارف بيبقى بيبقى فيه قدر من الريستريكشن او القيود. لكن مشكل عام ممكن انك تعمل ده مقابل انك تدفع مقابل التكلفة وتستكفي شروط اللغة. لو سمحت لو عندك حضرتك فكرة هو المجستير المعني بيتعادل المجستير في الهجرة الكندا ولا لا او يريد ترد عليه ضروري وشكرا مقدما. الدراسات العليا في مصر غير معطف بيها في دول العالم. كتير جدا من بلدان العالم لا يعترفوا بالدراسات والجامعات المصرية الا بعض الجامعات القليلة جدا. وعادة بيعمل عليك اختبار معين. هل المجستير الاكاديمي او المعني للأسف كتير جدا مش بيكونوا مقتنعين بيه. في بعض البلدان مقتنع بيه. طيب ده نعمل ايه يعني اخسارة لا. الفكرة انك ان شاء الله لما تروح تقدم هناك عادة هم هناك في في الهجرة وده انا بحثت في الموضوع ده سابقا عادة بيسأل عليك في كندا انه يقول لك انت من زوي المهارات عادة ان هم عاوزين ناس يشتغلوا في الوظائف غير المتطلبة لبعض المهارات التقنية زي طبيب مهندس الحاجات دي عاوزين شهادة معينة. بخلاف ده احنا عندنا حاجات كتير عندنا اداريين وعندنا يبقى هم عاوزين فيه وظائف من الوظائف الفنية والمهارية اللي بتتطلب استخدامك للايد. بخلاف ده انت مش بيكون عندك القدرة على الدخول على الوظائف دي الا بقى لما تروح هناك ان شاء الله وتشتغل في سوبر ماركت او سباك او ايا مكان وساعتها ان شاء الله تجد فرصة عمل في التخصص بتاعك ساعتها يبقى المهني فالد او لزو قيمة داخل هذا المكان ولكن نصحتي لك انك ان ان شاء الله لو مهتمة بالهيكرا قدم وروح وبعد ما تروح هناك حاول انك تسبت نفسك في المكان بتاعك وساعتها لكن بشكل اساسي هما منش ان دهمش اعتراف كبير باغلبية الجامعات المصرية بشكل عام حتى كليات العلمية زي الطب والهندسة وكده بيطلب منهم امتحانات علشان يتأكدوا من جودة الشهادة فربنا عاك. ممكن حضرتك لو عندك خلفية يسلامي عن روااتب مهندسين الشبكات في البنوك مرتباتهم كام كام عارف ان 짓ك عاملة كتيرة بس ان انا عندك فكرة يارب تقول لي whatever can you tell me لكن لو احنا نقول مثلا ان هتلتغل في البنك الاهلي مثلا. اذا انت هنا هتلتغل على الرواتب المحطوطة للموظفين. انت اكيد مش هكون انت كمهندس شبكات مختلف عن رواتب لانها بتبقى سكيل واحدة. في رواتب حدثاء الخبرة ممكن ياخد الصافي مثلا نقع على سبيل المثال خمس تلاف وربعمية ممكن تزيد طبعا مع التضخم ممكن البنك يرفع عن الحياة مش عارف دلوقتي كان. ولكن هتلاقيه في الرنج ده طبعا بالبنك الاهلي لكن في بعض البنك التانية لا هو البنك صغير فممكن مثلا توصل اربعة تلاف جنيه. اذا انت هنا على بتاع المرتبات بتاعة الموظفين العاديين. انت بتاخد طبعا في بعض منهم بتخلي المصرفيين رواتب اعلى من الاداريين. ولذلك يا استاذ الفاضل حاول انك تعرف انك بتاخد الرواتب الموضوعة على او الحيز او المقياس الخاص بالموظفين داخل البنك. وده بيختلف من بنك الاخر وفقا للبنك. هل هو كبير? هل هو بيدي مرتبات عاملة ازاي? وهكزا ممكن لو ادواح ان شاء الله في بنك السي اي بيتها خضراتي بقى اعلى. وهكزا. هتمنى انها هتكون فهمتها. ونصيحة اللي تركز انك تجتهت في المجال بتاعك. ومساعتها الشركات ومؤسسات ان شاء الله هتكون حبة انك تشتغل فيها. وحتى لما تقدم هتكون عنصر جيد ولكن ركز في الشغانة بتاعتك وربنا اوفقك بازن الله. مش ممكن يكتب في البطاقة بكاليريوس تجارة مش نظم معلومات لو معهد عالي? لا يا مؤمن. لو انت معهد نظم معلومات هيكتب في البطاقة بكاليريوس نظم معلومات معهد كزا كزا كزا. ما بيكتبش بكاليريوس تجارة لانك مش خارج تجارة انت خارج نظم معلومات. اه فخلي بالك يا مؤمن وكمان مش هينفع يكتب حاجة بخلاف المعهد اول اكgia يعني مش هينفع يكتب لانه هو بيبص. بيطلب منك الشهادة. وبييقض الوصف مكتوب بكاليريوس نظم معلومات بيكتب بكاليريوس نظم معلومات معهد كزا معادي التعاون معادي معاش ايه بيكتب هذا الموضوع وفقا لده ولا يغ ونصحت لكم ونصحته للناس كلها بلاش التركيز الشديد على فكرة في البطاقة وعاوز امشي في البطاقة يكتب من وراء باكاليوز تجارة بدل معهد او باكاليوز نظم معلومات لان اعاوز تجارة عشان نقدم في الوظائف ولا بتفرق في الوظائف ولا بتفرق في اي حاجة ومحدش هيبص على البطاقة بتاعتك الناس ببص إلي لو انت جدبت ودي مشكلة ودي مصيبة فركز يا مؤمن على انك تركز في دراستك وتسيب موضوع البطاقة ده وخلي بالك ان شاء الله ربنا وفق بإذن الله وبتوفيق انا في معهد عالي لغات مصر الجديدة قسم روسي هل هي مستقبل زي كلية الالسن ولا لأ احمد محمود لأ ليك مستقبل ان شاء الله ولكن خلي بالك احمد ان اللغة الروسية بطبعها ما عليهاش طلب كبير زي اللغة الالمانية كمان بالحاجات المهمة هي فكرة وجود ان الاقتصاد الروسي نعم كبير ولكن الحجم المحلي كبير لكن ما زال الطلب على اللغة الروسية موجود في مصر وبقطرة لسبب لان احنا عدد السياح الروس في مصر عدد كبير جدا جدا ولذلك يمكن لك انك تستخدم اللغة الروسية كتور جايد كتلتغل في السياحة في الحاجات دي هتجد لها فرصة عمل لكن لو انت مهتم انك تسافر برا مصر هتلاحظ ان التنافسية عالية جدا وفرص العمل قليلة لكن الخبر الايجابي احمد انك ممكن تعمل كارير شفت كمان وتنتقل الى اي مجال من مجالات الادارة اتش ار ماركتنج الحاجات دي ولكن انت هنا تبقى محتاج انك تعمل دبلوما بكده انت عملت التحول الى المجال الجديد ولكن لو انت حاب تكامل في الروسي وحابه خلي بالك بان فرص العمل بتكون فيها تنافسية جديدة وحجم العمل بخلاف اللغة الالمانية ليس كبيرا في الخارج مثل اللغة الروسية ممكن اعرف مجالات شغل ايه متاحة للطلاب عادة ما بيكونش فيه مجالات شغل كتيرة متاحة للطلاب مش هتشتغل محاسب او اداري او اقتصادي لانك لسه بتدرس ولكن فيه كتير جدا من الشغلانات بتبقى متاحة زي ريسبشن زي كول سنتر في بعض المؤسسات بتقبل ده في بعض المؤسسات بترفض ولك لازم يكون خريج انه كمان يشتغل في المطاعم يشتغل في الاماكن يعني يشتغل بقى اعمال حرفية او فنية يشتغل كل امن كل الحاجات دي ممكن ان هو يشتغلها كطالب ونصحتي حاول انك تشوف حاجة قريبة من بيتك تسأل محل ملابس مثلا حضركم عاوزين حد يشتغل عندكم انا على فكرة بعرفها بيها ان لسه طالب في الجامعة يقولك طب تمام ده تشتغل مثلا الفترة المسائية بينماك الصبح بتروح الجامعة وهكذا تشتغل مثلا في مول تشتغل في التقطيع او تغليف الحاجات دي كلها مش بتشترط حاجة وكتير جدا بعينه طلاب وانا دايما بشجع الناس انها تشتغل الحاجات دي عشان تبدأ تشتغل من البداية فده هيحسن ويعمل العكاس كبير جدا فيه شخصيتها فهو ده اللي بيعمل فرق كبير من اسوأ الحاجات اللي كانت بتحصل معايا لما بروح اعمل مقابلة عمل ويتركونا لوقت طويل جدا عشان نعمل مقابلة الشخصية وفعلا كنت بحرس دايما ان اكون وصلت قبل المقابلة بربع ساعة هي الفكرة يا محمد ان عادة فيه حدساء الخبرة بيكون فيه قدر من يعني بيبقى العدد كبير عاوز تمشي اجيب غيرك هو بيبقى وجهة نظر خاطئة لازم يحترم الكانديدات او المرشح ولكن للأسف سوء العمل كده انه دايما بيقولك ايه يعني انت مشيت هجيب غيرك فمعلش انت كحديث الخبرة لازم تستحمل شويتين تلاتة حتى لو انت جيت في معادك ولطعوك ساعة معلش اصبر كحديث الخبرة في سبيل ان فرصة العمل ولكن دا طبعا مش حاجة كويسة ولكن احنا بنقول لكن لما بترتقل ان شاء الله تبقى شخص خبرة وكاليبر كويس لا دا انت بتبقى معادك بدقة ولو تأخرت عليك ممكن تمشي لا ساعتها بيبقى فيه وضع ولذلك احرص زي ما احنا اتكلمنا فيه الفيديو انك تيجي الوقت المثالي قبل مقابلة العمل والدوات يقول لك تعالى الساعة 9 عندك مقابلة عمل يبقى 9 على ربع تكون عنده طب انا من سفر لازم اصبوط الوقت مش هعرف اجي 9 على ربع يبقى تعالى بدري وانش في المكان كده قرب روح اي كافتيريا روح اي مكان واطلع بالزبط 9 على ربع عشان تمضي الابليكيشن وتعمل الورق بتاعك يبقى انت بالزبط على الوقت لان عادة بيديك انت الساعة 9 قبليك بيدي حد الساعة 9 على ربع قبليك الساعة 8 ونص وهكذا هو عامل فرق ربع ساعة بيعمل انترفيوهات علشان الناس ما تتكربسش وتقعد برا فلما انت تجيله الساعة 8 وتفضل اعدله بيحس طبعا بتوتر او يقولك انت معندك الشغل ومش لقي تاكله جاي انت مرمي علينا فساعتها بيبص ليك بصة سلبية احضر قبل المقابلة بربع ساعة كويس جدا وان شاء الله ربنا وفقك وعادة حديث الخبرة يصبر شوية وربنا وفقك باسم الله هل الخروف بالاعفاء الطبي بسبب الجيش ينطبق على العمل خارج مصر نعم الحياة ان الناس في الخليج بشكل كبير مش بيركزوا انت التجنيد لان ده حاجة محلية هم اصلا معندهمش كمان ده فكرة التجنيد في كتير جدا من البلدان الخليجين معندهمش حاجة تجنيد الزامي للمواطنين فهم ليش دعو ان الحاجات دي هتأثر عليك انت في الخروج ودخول ولكن هو بس هيبص في السيفي بتاعك انت كاتب بان التجنيد بتاعك اعفاء طبي فحاول توضح له ايضا ان الاعفاء الطبية مش بسبب اعاقة مثلا لقدر الله او بسبب مشكلة كبيرة او او فحاول بس انك ساعتها ما تكتبهاش في السيفي هو بس يهمه انك خلصت جيشك او معاك الاعفاء او معاك موقفك من التجنيد يعني حاول بس انك تكتب ان موقفك من التجنيد واضح عشان بس دي كلمة دلالية توضحه له كده ومتكتبش بقى تفاصيل الاعفاء طبي او اصلي كان عندي مشكلة معرفش في الايه ومشكلة في ايه بلاش تدخلهم في الموضوع اقولك يا عم ايدي ده يجيب صاحب مرض ويجيب مشاكل لا بلاش بلاش ترفض نفسك بنفسك اكتب الاعفاء الطبي او الاعفاء من التجنيد او موقف من التجنيد واضح واضح له كل التفاصيل علشان ان شاء الله تده تلتغل ومبروك عليك الشغلانة من دلوقت يا محمد هل خريج نظم معلومات خاص لدور في وظيفة البنوك ولا لا نعم ليه يا هشام ان هو يشتغل فيه البنوك كتير جدا من البنوك لشغله نظم معلومات في قسم الشبكات والايتي وكده ولكن خلي بالك يا هشام ان التنافسية عالية جدا بخلاف ده كمان حجم الوظيف قليل يعني ايه يعني البنك كم واحد في القسم ده بيبقى محتاجين عشر عشرين تلاتين ماشي ولكن اغلبية التنقل هم موجودين مش بيروحوا ويجوا هتجد هنا ان التنافسية شديدة جدا وفي نفس الوقت حدد كبير جدا بيتخرجوا من نظم معلومات فبتجد ان فيه تنافسية عالية علشان كده يا هشام حاول انك توسع الاسكوب حاول انه توسع الدايرة بتاعتك حاول انك تركز مش بس على البنوك حاول تركز على الشركات والمؤسسات الاخرى وبلاش تقصر تفكيرك فقط على البنوك وتوسع من وجه نظرك النقطة التانية انه كتير جدا بيقولك طب اش معنا الناس الخارجين تجار لا خارجين تجار او خارجين الادارة او الاقصاد او خلافه هو يشتغل في الفروع الفروع بتشتغل بشكل كبير في خطط تطوير كتير فبهم محتاجين عدد كبير ويشتغلوا كمان في الاقصام القروض وخلافه دي حاجات بطبيعتها كتيرة جدا وبتطلب عدد عمالة كبير جدا في الحالة زي دي هي مختلفة عنك يا هشام فحاول انك تحط ده في بالك وربنا وفاك والارزاق بيد الله وربنا معاك مؤمن النجار يقول لي هل خارج نظم علمات الادرأية يقدر ياخد ماجستير في تدارة اعمال هيبقى ماجستير اكاديمي يعني يقدر يبقى منه دكتور جامعة في مجال ادارة الاعمال لو حضرتك ونقى ع سبيل المثال يا مؤمن ان انت خارج نظم علمات وحاب دخل مجال ادارة الاعمال وابقى دكتور في مجال ادارة الاعمال دخلت على جامعة انلشمس الدكتور اقالك لأ بده ما تدخل ماجستير لأ لازم تاخد بالاول دبلومة وتجيب على الأقل جاية جدا فيما فوق علشان تدخل على درجة الماجستير قمضيت سنتين في الدبلومة جبت تقدير جاية جدا قدرت ان انا اقدم على الماجستير قمضيت ماجستير اكاديمي يبقى انت هنا قدرت انك تاخد ماجستير اكاديمي لجامعة عام شمس ولذلك فضل عندك بقيت عندك خلاص درجة الماجستير في ادارة الاعمال هل ممكن اشتغل في الجامعة؟ جامعة عام شمس عندها تنافسية عالية جدا انا تقولك طب انا اخد واحد ليه من بره ما اخد اللي جوه وفي تنافسية لكن ممكن ساعتها تقدم على اكاديميات واماكن وخلافه ساعتها ممكن انك تستطيع العمل على هذا المجال وتشتغل فيها باذن الله ولكن نصحت لك يا مؤمن بلاش تركز على انك تبقى دكتور في جامعة لانه في تنافسية عالية جدا ان شاء الله الاحلام ممكنة ولكن حاول انك تركز وتوسع الاسكوب بتاعك وهي ربنا يوفاك باذن الله هل لو انا خارج معاعد عالي ممكن اكون معيد في الجامعة ولا لأ الجامعات الحكومية مستكفية يعالي باللي فيها يعني اصلا الناس اللي طالع من الاوائل في الجامعات مش عارفين يتعينوا كمعيد لانه يقولك احنا لسه عندنا مفيش ناس طلعت علشان ندخل حد ما كانها وفي تنافسية فيقولك انا اخدك ليه يعني فخلي بالك لا في الجامعة ممكن انها تجد تنافسية جديدة في الغالب لا بيستكفوا بابناء الجامعة فمش بياخدوا من بره لانه بيقولك انا عندي من 2015 ناس معاهم شهادات وجايبين تقديرات عالية وعلى قوة انهم يكونوا عندي معيد فليه اجيبك انت هابط علي بالبرشوت لكن انت وسع الاسكوب بتاعك يا علي وقدم على اكاديميات وجامعات خاصة وقدم على المعاهد الخاصة وقدم فيها اقولهم يا جماعة عندي كذا كذا لكن خلي بالك علي انك هتجد منافسة جديدة هتجد بانه اغلبية المعاية كمان مستكفية لانه حركة الدوران بتاعتها قليلة مفيش معايدين بيمشوا علشان يجيبوا ناس تاني فخلي بالك ان في تنافسية جديدة فنصيحة لك يكون عندك بلان اي و بلان بي و بلان سي الاول انحيل ما يكون معايد ولكن ما جاتش يبقى اروح شركات اروح مؤسسات لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودايما نركز على ان يكون عندنا اكتر من اوبشن او اكتر من فكرة و خيار قدامنا هل ممكن ننقل من تجارة عن شمس لتجارة حلوان بعد انتهاء من الفرقة الاولى يعني اروح هناك بقى فرقة تانية على طول اللي انا احرفوا ان اجراءات التحويل ممكن انك تعمل التحويل ده مدام من نفس الكليتين تجارة وتجارة وفي نفس الوقت ده يبقى اسمه تقليل اختراب فاسأل في الموضوع ده اسأل في جامعة عن شمس ويفأل في جامعة حلوان ولكن نصيحتي احيانا كتيرا بيرفضه احيانا كتيرا خاصة ان انت دوقتي بقيت فرقة تانية فاحيانا كتيرا بيرفضه لان نظام مختلف عن جامعة حلوان او لو طلب يقولك ترجع تاني سنة اولى ونصيحتي لك يا عبد الرحمن لو طلب انك ترجع تاني سنة اولى توعد ضيع سنة من عمرك استحمل وكمل التلات سنين اللي بقين لك وخليك في جامعة عن شمس وقضي الله وقدر الله ما شاء فعل وبلاش نحن نركز على فكرة الانتقال الى جامعة حلوان وتضيع سنة من عمرك وربنا يوفاك بإذن الله ولكن جرب واسأل واشوف ولكن لو الموضوع تعقد حاول نكترف بان الخيرة فيه مختارة الله وبلاش نشاتت نفسنا بالنسبة لنظام الـ ATS هو انا لازم اغير او لازم اشوفهم الطالبات الوظيفة في كل مرة عشان اغير في الـ CV سؤال كويس عالي ولكن من الحاجات المهمة جدا انه فيه حاجات اساسية يعني ونقلع سبيل المثال انت مقدم على وظيفة HR اكيد الـ HR من ضمن وظيفة انه بيسكرين الشغلانية انه بيعمل 1-2-3 فطبيعي انه هم في نظام الـ ATS بيحطوا اغلبية الوصف الوظيفي واغلبية التايتل بتاع الوظيفة ونقلع سبيل المثال انت مقدم على وظيفة HR Supervisor فطبيعي انهم مثلا ممكن يكتبوا من ضمن الـ ATS, HR, Senior, Senior HR HR Manager, HR Supervisor HR Head of HR كل المصطلحات المرتبطة بوظيفة HR بيحطها ولذلك لو انت عندك القدرة انك تلعب مع كل وظيفة بتحط فيها المتطلبات دي وتعب تغير الكيوورد على الـ CV قبل ما تقدم لو عندك الوقت ده اعمل كده لكن احيانا كتيرا بتبقى انت عندك قدر من الاهتمام ببعض الوظيفة فلو في وظيفة في شركة معينة في بنكة او مؤسسة حاجة يعني انت بالنسبة لك كبيرة او حاب انك تلتغل عليها استخدم اللعب على المتطلبات على كل وظيفة وعادة انت بيكون عندك تمبلت الـ CV بتاعك اعمل كذا تمبلت عندك على الكمبيوتر قدم والعب حاجات بسيطة كده عدل في الالفاظ وابعته وحوله بـ DF على طول وتعرف ان انت تلتغل عليه لكن في كتير جدا من الوظيفة تبقى انت قريدي يعني جتلي ما جتليش خلاص ساعتها تبقى انت قريدي باني الـ CV بتاعك ولكن لو فيه وظيفة معينة في مكان معين انت خلاصة نفسك تلتغل فيها ساعتها العب على تغيير المتطلبات وعادة رحلة السعي وده جزء من السعي انت مش بتنزل وغا تطلع انت كل ده قعد في بيتك فمعلش يا علي ابدأ غير وفقا له هذا المنظومة واشتغل عليها وربنا يوفقك هل فيه محاضرات يوم الجمعة فيه اولى في كلية تجارة القاهرة يعني التواصل مع جامعة القاهرة يا ميدو واسأل في الموضوع ده عادة عادة بيبقى الدكتور محدد الجدول وعادة مش بيكون يوم الجمعة فيه محاضرات الا لو فيه ساكاشن المعيد مثلا عامل سكشن يوم الجمعة الساعة تسعة الساعة عشرة قبل الصلاة او فيه بعض الجامعات بيبقى الدكتور مثلا عارف انه احنا عندنا فيه يوم الجمعة فبيختارلك مثلا الصبح بدر كده يوم الجمعة ولكن ده حالات نادرة انه عادة بيبقى يوم الجمعة اجازة ولكن فيه بعض الجامعات بتكون موجود فيها هذا الموضوع فاسأل في الجامعة بتاعتك ونصيح تليك حاول انك تركز على انه حتى لو يوم الجمعة انت مطالب بالحضور وخصص وقتك لده فخلي بالك من الموضوع دي ولكن عادة وبشكل عام مش بيكون يوم الجمعة فيه دراسة ولكن حاول انك تسأل وتتأكد فيه الكلية ولو موجود حاول ان يكون عندك القدرة على الانضمام للسكشن واحضر والتزم معلش كلها سنين وتخلص وتتخرج بإذن الله أستاذ اكو فرق بين المعهد والكلية قسم محاسبة لو ما اكو فرق حضرة تقصد لو فيه فرق ما بين المعهد والكلية بالنسبة لقسم محاسبة لا يوجد فرق كبير لانه عادة بيتم تدريس المعاهد لقسم المحاسبة بالعديد من الاهتمامات وعادة بيدرسوا نفس المواد واحيانا بيكون ايضا الاهتمام بيكون اكبر من الكلية او الجامعة ولذلك لا يوجد فرق كبير لكن الفرق بيكون عاددا في سوق العمل اللي كتير من سوق العمل ممكن ان هو يكون عنده القدرة على الدخول المباشر من العديد من المؤسسات كتير جدا زي البنوك مثلا بتشترط ان تكون خريج جمعة وليس معهد لكن ده ممكن انك تقدم فيه بعد كده على انك تدخل المعهد او تدخل البنك ولكن ساعتها تدخل البنك عن طريق انك هتدخل عن وظائف الخبرة وليس وظائف حدثاء الخبرة لانك في الحالة دي حضرتك او حضرتك بدأت وتجاوزت حتة الحدثاء الخبرة ولكن في لوقن حدثاء الخبرة بيكون مطلوب منك انك تكون خريج جمعة وليس معهد وده مختلف العديد من البنوك ممكن يكون الموضوع مختلف لو سمحت استاذ مصطفى ايه رأي حضرتك في وظيفة السكرتارية افضل ام اللوجستك مفيش افضل او اسوأ وتكلمنا عن موضوع ده ولكن هي الفكرة يا سارة واعتقد اعرضت عليك على الخاص ولكن انشورها ليه العام عشان الناس تفهم ده ان اللوجستك من الحاجات اللي كتير جدا الليها تطور وظيفي يعني ايه يا سارة يعني انت اشتغلت في المجال ده بعد خمس سنين ممكن تنتقل لشركة اخرى عن فكرة السكرتارية ممكن تعملي ده ولكن السكرتير ما عندوش حاجة معينة يقدر انه يمسك فيها يعني ايه يعني السكرتير كتير جدا ممكن يشتغله ولكن اللوجستك لو انت مسكتي الكارير ده واشتغلت فيه واشتغلت في شركات ومؤسسات تستطيع انك تنتقلي تبقي مديرة اللوجستك في احدى الشركات ولكن هتبقي مديرة مكتب مدير فخلي بالك يا سارة احنا عملنا فيديو عن مزايا وعيوب السكرتارية ان شاء الله يتنشر قريب على الصفحة ولكن لو انت مهتمة بالكارير باس وتطور ووظيفي وبصراحة مش عاوز شغلانة وخلاص ادخل اللوجستك لانه بصراحة بيني وبينك انا عاوز اتجاوز واخلف ايه اي شغلانة وخلاص وماليش بقى تطور ووظيفي والكلام ده ادخل السكرتارية شغلانة بسيطة ونعمة ومفاش اي حاجة موجودة في اغلبية الاماكن هي دي وجهة نظري وروح بيني وفاك بإذن الله انا بحب البرمجة اوي اوي وبتعليمها ونصغير بس انا صناعي وسألت الناس كتيرة قالوا لي تخل معهد نظم معلومات ادارية بسبب ان هي لاي مجال في البرمجة فاعوز اعرف ده صح ولا لا الفكرة ان انت في البرمجة بيتم التركيز على جودة الشغل يعني ايه دي حاجة كده زي انت صناعي عارف دي حاجة كده وريني شغلك انت تبقى 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 في البرمجة طب وريني عملت الموقع ده عملت ده عملت ده عملت ده فبتفتح للناس وبتوريهم فساعتها او صحيح بيبص انه لا بس يقولك انا ياسف ان لازم تكون مع حضاك مؤهل عالي عشان اقدر اشغالك في الشركة لان ده وفقا للبنك او وفطا للمؤسسة او الشركة لازم مؤهل عالي اذا انت او صحيح جودة بشغلك كويسة او ولكن مؤهل عالي ولذلك هنا الفكرة انك لازم تاخد اي مؤهل عالي فتشوف بقى هلا هدخل خدمة اجتماعية بعيدة شوية طب هدخل اداب بعيدة شوية طب هدخل ايه ادخل بقى نظر معلومات ادخل حاجة ملمسة شوية في الكمبيوترات لو قدامك حاجة مثلا مرتبط علوم الحاسب قدامك حاجة مثلا اكاديمية او معها بيدي علوم حاسب ادخل حاجة كده ايه يعني ملمسة في البرمجة ماشي انك بتفتح الكمبيوترات اذا ده بتقرب شوية من البرمجة فده نصيحتي ليك ان جودة الشغل هي اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة ولكن الشهادة هي مهمة ولكن فقط كحيثيات تعيين وليست كمسبب للتعيين لان السبب الوحيد انه هيعينك بيه هي جودة شغلك وربنا موفقك وانا فخور بيك وان شاء الله اسمع عنك سمع خير وربنا معاك انا خريك تجارة خارجية ومش عارف اعمل ايه ومعديش اي خبرة هي الفكرة يا احمد ان تجارة خارجية من الكليات اللي بتعتمد على وجود انك تشوف تقدر تشتغل فيها هي تخصص جميل بيجمع مبين التجارة الخارجية بيجمع مبين الاقتصاد ومبين مجموعة من العلوم الادارية ولذلك هو انشئ بهدف التعاملات الخارجية طب انا مش حاجة بصراحة تخصص اي انا دخلت وخلاص بس مش يعني اللي هو انا قفني حياتي فيه ومش عارف اكامل خلاص اعمل تشوف هل انت مهتم مجالات الادارة مثلا اتشار ماركتنج مالية وهكذا لو كده ادخل فيها وقدم وحاول انك ان شاء الله لما تجد فرصة عمل فيها وحبيت المجال تعمل دبلوما تعمل حاجة تعمل لكن فكرة انك مش عارف اعمل ايه لا اخترت اعمل تخصص معين ونصحت لك احمد ابدأ دلوقتي حاول انك تشتغل تنزل اي حاجة اي شغلانة موجودة ومنها اقدم على البنوك والشركات وان شاء الله تشتغل وبإذن الله تجد فيها فرصة عمل وهتبني الخبرة واحدة واحدة وهتمشي بإذن الله معاك ولكن الصبر وننتظر وربنا وفقك بإذن الله حفاكنا دلوقتي في بيزنس تكنولوجي ومحتار ما بينها ومبين بيزنس قسم ماركتينج ايه الافضل ارجو الرد حفاك دلوقتي محتار ما بين البيزنس تكنولوجي وقسم الماركتينج هل السؤال يا استاذي Response هل انت بتحب الماركتينج علا λا مش بتحب الماركتينج التختار تخصص نيوترل او تخصص حيادي على تخصص ipad تكنولوجيا البزنس معاكتو Shout curious ما دخلناش جوه الماركتنج فانت عليك انك تختار ده او لو فيه حاجة نيوترال دي فيه حاجة حيدية زي دارة اعمال فقط ادخلها لان المواضح ان حضرك مش محدد حاجة ولكن الخبر اللي كويس انك في حالة انك بعد التخرج قررت انك مش هتدخل لهذا التخصص و هتدخل تخصص اخر من الحاجات المهمة جدا في دارة الاعمال انك ممكن ساعت تنتقل الى تخصص اخر بعد التخرج لانك اخدت تخصص بتاعك الميرجر الاساسي هو بيزنس ممكن بعدها انك تخذ دبلوما في اله او الماركتنج او اي حاجة انت حابت تكمل فيها حياتك وساعتها تقدر تعمل الكارير ترانسفير او التحول الوظيفي الى القسم اللي انت حابه انا في المعهد العالي ادارة اعمال مطروح و عاوزة بقى معيز في مادة الاقتصاد ممكن تقولي على الخطوات انت اقدرت اعمال مش اقتصاد طب انا اعمل ايه يبقى بعد التخرج ان شاء الله ادخل بقى كارير الدرسات العليا اخد دبلوما في الاقتصاد بتقدير جاي جدا او امتياز عشان تقدر تعمل ماجستير وساعتها ان شاء الله ربنا يكرمك وتعمل ماجستير تعمل ماجستير ساعتها ممكن تقدم على المعاهد والاكاديميات انهم يقبلوك كمعيد في مادة الاقتصاد لكن خلي بالك من المنافسة شديدة جدا في سوء العمل انت دلقتي لو جيتلي و واحد تاني جايلي لا دخل ليك قسم اقتصاد اقتصاد وعلوم سياسية واخد ماجستير ودكتوراه تفتكر انت تختار مين اكيد هختاره في خلبك فيتها نفسية جديدة كمان ولكن ارزاق على الله ولكن نصحت ليك انك مش بس تركز على فكرة وجود ان خلاص عاوزة بقى معيد ولا لا وسع الاسكوب بتاعك وسع الدايرة بتاعك اشتغل في اكتر من حاجة والله جات ما جاتش يبقى انت عندك بلان اي و بلان بي و بلان سي خطط اولى و تانية و تالت عشان مش بس ده خلاص احلامت حطامت خلاص لأ عندك اكتر من حاجة و ربنا يوفقك بإسم الله انا في معهد عالي نظم معلومات الاعمال في اكاديمية الطيبة عادة جيبي امتياز اوجاج جدا و حاولكوا ليه التجارة انا الحياة موضوعها التحويل ده تكلمت فيه كثيرا و قلت ان انا ما عنديش معلومات كثيرة بخصوصه لكن على حد اعتباري انه ده مش متاح ولكن في بعض الاشخاص قال لا ده متاح و ممكن انك تعمل ده ولكن انك لازم تجيبي امتياز ولازم يكون تنسيقك معرفش كام انا الاجراءات دي كلها مش عندي لكن انا ممكن انصحك حاجة انصحك انك بعد ما تزال على كله انك تحاول ولكن لو ما قدرتش انك تحاول او تعرف او تفهم او ارضى باللي موجود و ارضى باللي انت فيه وحاول انك ما تشتتش نفسك اكتر من اللازم وحاول انك تعرف بان يكون عندك القدر على التركيز في كلها بتاعتك لان تجيبي ان شاء الله تقدير كويس وكمان تجيب درجة عالية تقدر بها ان شاء الله انك تحقق مستقبل كويس لان الناس بتركز على التقدير كويس او من ضمن الحاجات المهمة و بيركزوا عليها عند التقرير في العديد من المنشآت دي نصحتي ليك وركز على كليتك لان كتير جدا بيبقى عنده جيبي امتياز او جاي جدا في اول سنة او سنتين وبعد كده لما اعرف انه وفيش تحويل خلاص ما بقاش عنده القدر على الاستمرارية هي دي نصحتي وربنا وفاك بإذن الله انا كنت بحث بانها مجرد اسم لان جامعة الاسكندرية غيرت اسم كلية تجارة لاسم كلية الاعمال او البزنس ولسه نفس المحتوى فهل ده يدل انهم فعلا مجرد اسم لان لسه في بعض الكليات متخصصة في ادارة الاعمال لا في بعض الجامعات متخصصة فقط في ادارة الاعمال وعادة ده بيكون في الجامعات الخاصة بيكون فيها التخصص ادارة الاعمال بيتم تدريسه لمدة الاربعة سنوات كاملة وليست كلية بزنس ولذلك هتلاحظ هنا او هتلاحظي بانه ده بتحصل على التخصص بتاعك ودي الفايسر هي الشهادة في النهاية بتحصل على باكاليريوس ادارة اعمال ولا باكاليريوس تجارة قسم كذا لو باكاليريوس ادارة اعمال يبقى احنا هنا عارفين انه هو درس الاربع سنوات بالكامل ادارة اعمال بينما لو الباكاليريوس محسبة يبقى احنا هنا كلية تجارة باكاليريوس محسبة طيب إحنا هنا عرفنا أنه هو خبيب كلية تجارة ولكن قسم المحاسبة أو إدارة الأعمال أو هكذا